مشكلة تساقط الشعر والشعر الخفيف والصلع وأيضا الفراغات في فروة الرأس من المشاكل التي تختلف أسبابها من بين جينية وراثية أو غير وراثية مثل التوتر النفسي أو المشاكل الهرمونية أو غيرها ومنذ سنوات ظهرت تقنية أصبحت تستخدم كثيرا في عالم الطب وهي الـ PRP أو البلازما ولحيقتها بعد ذلك تقنية الخلايا الجذعية ومن ضمن استخداماتها علاج تساقط الشعر فكيف تعمل هذه التقنية وإلى أي مدى هي فعالة؟ طبعا للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها أيضا ينضم إلينا في الستوديوات دكتور ويسام عضادة اختصائي اختصاصي الضب التجميلي وزراعة الشعر صباح كثيرا الخير صباح النور صباح النور صباح النور دكتور ويسام يعني مسألة الخلايا الجذعية احنا نعرف أنه خلايا الجذعية لها دور في زراعة بعض الأنسجة في زراعة بعض الأعضاء في الجسم لكن ما علاقتها منش بالشعر يعني كيف كيف تتم هذه العملية؟ بدنا نوضح شاغلي كثير مهمة هلأ أنه الخلايا الجذعية هي إلى علاقة بالجسم كله أوكي ففيه إلى علاقة بالعلاج الكانسر علاج أمراض أخرى مضمنة وطبعا عم يشغلوا فيها بالأنتي ايجينغ هي للشعر والجلد الشيخوخة لعراض الشيخوخة نعم عراض الشيخوخة فنحن هلأ بآخر مرحلة من التقدم الطب شفنا أنه إليه علاج كثير بالشعر وغيره طبعا بالجلد بالندبات وغيره يعني هل مشكلة الشعر وتساقط الشعر أو الصلاع المشكلة الأساسية من الجلد فلذلك يتم زراعة الخلايا الجذعية في بحص صحيح هلأ المشكلة من الأنسجة آه هي حوله بصيدات ممتاز والخلايا الجذعية هي تشتغل على الأنسجة فالأنسجة الموجودة بالجلد هي تعتبر جزء من الجلد بالأعمق نعم يشتغل عليها الخلايا الجذعية بطريقة متفرعة منها ثلاثة أشياء بس أوضح للعب يستمعون أول شيء طبعا خلينا نحكي على الشعر فيه تراقق بالشعر أو تساقط بالشعر اللي هو تشقيصه صعب جدا بيكون عند الإمرأة أو الرجل معظم بيكونوا سيدات فيه تراقق عندهم لمدة سنوات بيحاولوا يعرجوا بالعلاج البلازما أو غيره ما بينجح معهم بالخلايا الجذعية لما يحقن الخلايا الجذعية عندهم ثلاثة أشياء بيشتغلوا عليها اللي هي الالتهاب بتساعد بالالتهاب بيخف بتساعد أنه تنمي المنطقة الأنسجة الموجودة حواليها بتساعد أنه تتحول الخلايا اللي حقنيها للأنسجة الموجودة حول البصيلة اللي هي بتنمي الشعر عشان في عنا ضيق في الوقت لازم نكون أسرع شوي أولاً بدنا نتكلم عن كيف هي حدثنا عن هذه التقنية يجيك المريض ايش تعمله بالضبط كم تستمر مدة العلاج ولا أي مدى هي فعالة صحيح أول شيء بنا نستخرج الخلايا الجذعية استخرج الخلايا الجذعية بتم أو من النخاع العظم أو من الأنسجة الدهنية اللي هي توجد بالبطن أو الأوراق أو غيره فطبعاً للشخص أهياً نستخرجه من الأنسجة الدهنية فمنعمله ما يقال بشفط دهون كيف يعني إبرة يعني ولا عملية عملية شفط عملية بس إبرة نسحب الدهن ما يقدر بفنجان قهوة أو اثنين دهن قليل جداً ومناخد هالخلايا الموجودة بقلب الدهن ببراصل طويل بشغل عليه العالمين يعني البيولوجيست بيستخرجوا الخلايا الجذعية بعد ما نستخرج هيدو الخلايا تتم هنا ولا برا ترسلوها برا؟ لا تتم بدبي صارت دبي هي من الرائدة بهالأشياء هيدو صارت وحتى سرنا فيه مرخصة من الوزارة وبيشتغلوا عليها بطريقة كتير فيه دقة كتير عالية بدبي وبيعطوا فيه بروتوكولات عالية وإن شاء الله هالعالم حيال حق الموجود هون بدبي دكتور هل يتم زراعة كامل الرأس؟ بالخلايا الجذعية؟ بالخلايا الجذعية أقصر صحيح حسب التشخيص هي فيه إلى شقين شق الأول استخراج الخلايا شق الثاني شغل الطبيب وخبرته بالخلايا الجذعية يعني بدي يعرف الشخص الحالة بعد تشخيص الحالة هل الخلايا الجذعية هتساعد هذا الشخص أم لا؟ كيف تحقن يعني يعاد إعادة حقنها؟ تحقن بطريقة معينة بروتوكول عملنا اللي هو يسمى شبه عملية بسمنا عملية يوضع بمرحلة من الأنسجة الموجودة حول البصيلة بضقة معينة ويتتابع لمدة خمسة أشهر فالشخص اللي بدي يعملها فيه إلى كتير نتائج حلوة آخر سنة بس بدي يتابع لخمسة أشهر تقنيا هل هي في منطقة الصلاع أو اختفاء الشعر أم بكامل الرأس؟ هذا ما أقصد هي في منطقة الصلاع وغير كامل الرأس يعني عادة بعض الأشخاص أو السيدات بيكون عندهم ترقق بكامل الرأس فهناك فينا نعملها بكامل الرأس بس معظم الأشخاص بيكون عندهم ترقق بسطح الرأس أو على الجوانب فهناك فينا نعملها كمان بهالمناطق هذه طبعا هي لتساعد الشعر الموجود المترقق أو الغير نادج أنه ترجع لحيويته وهل تعالج الصلاع يعني ممكن شعر جديد ينبت؟ هون الحديثة اللي أصير عليه بعض الأحيان نحن ما نشوف الشعر أو الفيلس هير أو شعر الصغير جدا اللي بسموه البيبي هير فبعض الأحيان هي بتساعد هذا الشعر ينمى فمنشوف أنه تطلع شعر جديد بل هي ما بطلع الشعر جديد آه ما بطلع يعني اللي عنده صلعة تام بس لي ممكن بهالنقطة هذي اللي شفناها نحن خلال هالسنة هذي شفنا أنه بعض الأحيان مع زراعة الشعر أو وضعه بطريقة معينة الشعر عم نحط بصيلة بعض الأحيانة بيعطينا بصيلتين أحيانا مدة العملية بس دكتور سابعة؟ مدة العملية بتاخد طبعا شفت دون تقريبا ساعتين بعد ثلاثة أسابيع كمان ساعتين وإذا في زراعة خمس ساعت تقريبا ومتابعة لمدة خمس تشهر فكتير هين نتمنى التوفيق للجميع شكرا جزيلا لدكتور ويسام عضادة اختصاص الطب التجميلة وزراعة الشعر موضوعنا كان عن الخلايا الجذعية لعلاج تساقط الشعر شكرا دكتور شكرا لكم شكرا لكم